عقد بمقر مدرية الأمن الزاوية الاجتماع الأول بين المجلس البلدية الزاوية ومدري فروع المصارف العاملة بمدينة الزاوية الكبرى لأعداد خطة أمنية لتأمين المصارف في المدينة حضرنا هذا الاجتماع مع كل مدراء المصارف التجارية داخل المدينة وكان بحضور مدير مكتب محافظة البنك المركزي دكتور عبدالتي في تونسي أيضا كان هناك عضو مجلس إدارة بمصر في الصهارة ومدير أمن الزاوية وعميد بلدية الزاوية الاجتماع نقشت فيه مشكلة فروع المصارف من حيث تأمينها وتذلل الصعاب أمام زبائن إضافة إلى مشكلة تأخر السيولة في المصارف وطرق تأمين إحضار السيولة اليوم يجتمعنا اليوم إن شاء الله نحن والسيد عميد بلدية الزاوية ومدير مدرية أمن الزاوية لدراسة المشاكل الأمنية التي آنوا منها المصارف التجارية في المدينة الزاوية الاجتماع انصب وركز على مناقشة أوضاع المصارف التجارية العاملة في المدينة والتحديات التي تواجهها هذه المصارف حضر الاجتماع مدراء إدارات الفروع بالمصارف زي مصرف الجمهورية على سبيل المثال وحضر مدراء فروع المصارف العاملة في المدينة تعاون أمني مكثف من قبل مدرية الأمن بالزاوية والمجلس البلدي وبقية الأجهزة الأمنية وذلك لتوفير السيولة والمحافظة على الأمن بفروع المصارف التجارية العاملة بالمدينة اشتركوا في القناة